موسيقى من الزراعات الرائدة والتي اكتشفوها ونعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وريحة الستوديو فحفحة بريحة الجوافة وهذا دليل كيف هي الجوافة طبعا ريحتها زاكية هلأ كمان ندوقها أنا وياكي لنا أكيد أهلا وسهلا فيك أهلا أستاذ داود أهلا وسهلا بالبداية صباح الخير صباح الخير للأردن صباح الخير للعمان صباح الخير لسيد جالة الملك صباح الخير لكل أردنيين صباح الخير للستوديو جديد اللي اشتكت له فلي والله التقصير مننا يعني داود يعني من زمان أنا في تواصل مع حضرتك ومع أعضاء جمعية نشامة ونشمياتنا عهور اللي أنا بواجه لهم كل التحية لأنه فعلا أعزاء علي ويعني صار صداقات بناتنا عشرة للتقصير مني صح؟ أعترف خلينا نقول التقصير بالتقصير دائما فأهلا وسهلا في تحياتنا لكل أعضاء الجمعية كل الشكر لكم كل الشكر للدعم كنت دائما متواصل إنا كجمعية من البدايات لليوم كنت قلت أخير لك أنه فكرة المهرجان بدأت من يوم جديد السنة الماضية أستاذ حسن عساف كنا جولة بتقرير ميداني بمنطقة ودل وصليط وهناك بدأت طرح فكرة المهرجان والحمد لله قدرنا نصل أنه يبصلنا عن المهرجان يومين المهرجان الجوافة الأول أيام نعور الثقافية مبادرة أو مغامرة بلواء نعور لأول مرة تكون بلواء نعور أتوقع أنه مهرجان الجوافة أول مرة بالمملكة الأوردينية الهشمية يكون فيه مهرجان تحت المسمى هذا بعد بكرة بعد بكرة يوم الخميس الافتتاح تحت رعاية معالي وزير الزراعة الساعة الهدعش بمركز شباب نعور الشامل إن شاء الله طبعا هو مهرجان احتفال كرنفالي متنوع فيه كل يعني حاولنا ندمج أكثر من شاء الله بس العنوان الرئيسي أنه مهرجان الجوافة نعم يعني أستاذ داود يمكن تحت الهوى تحدثنا عن موضوع الجوافة واستغربنا أنه ممكن أن تنزرع الجوافة في نعور فتحكينا شوي عن اكتشافكم لزراءة الجوافة في نعور أول شي نحن نعتبر نعور قطعة من الجنة نعور فيها كل المناخات نعور هي منطقة شبهة غورية المناطق المنخفضة فيها شبهة غورية الجوافة وكثير مزروعات تحتاج لدرجة الحرارة العالية والمية المنطقة التي تنزرع فيها الجوافة ثلاث مناطق رئيسية في نعور وديب صليط وتركي والعدسية هذه مناطق أقرب للغور ومناطق حارة وتربطها طبعا مناسبة للزراعة يمكن ليس كثير أنا أخذت معلوماتها من المزارعين قبل سنة كثير من أهلنا من نعور ما كانوا يعرفوا أن نعور في بيها أكثر من 25 مزرعة جوافة كانت مزروعة مزروعة بدأوا منطقة بصليط في الله يرحمه حمد العفيشات تتوقع أول واحد جربها قبل 10 سنوات أو 11 سنة وبدأت بعدها المزارعين بالمنطقة هذه يزرعوها المناطق الثانية التي أقرب للغور هي تركي والعدسية أتوقع أنه من الألفين كانوا بداية زراعتها الآن نحن الهدف الرئيسي من المهرجان أولاً التعريف بالمنطقة التعريف بوجود مثل هذه المادة بلواء نعور تشجيع المزارعين لزيادة الزراع وحبين أنها تكون عنوان عنوان لمنطقة نعور طبعاً نعور تتميز بالمزروعات تتميز بالعنب تتميز بالزيتون بالتين زيتون نعور لا يعلق عليه زيت والصبر كل أنواع المزروعات حبينا أن هذه المادة بالذات مادة مميزة مميزة بالريحة مميزة بالندرة فحبينا أنها تكون هي العنوان عنوان للمهرجان وعنوان لناعور بالمستقبل الآن نحن اللي ملاحظين أنه كمال الجوافة في نعور يعني ما شاء الله أوكي رح أنا أفرجي الآن أستاذ داود يعني ما شاء الله ناجح الزراعة أنا بدي أفرجيها للكاميرا إذا بنحملها ممكن سالم أوكي إنتاج نعور مزارع نعور أنزلها شوي نزلتها يا سلامة طيب طيب هلأ يعني ما الذي يميز جوافة نعور أنا من نعور يا سلام جواب يعني لطيف يعني ما شاء الله نحن نرى زراعة ناجحة زراعة الجوافة في نعور هلأ هاي الأصناف ستعرض بكرة بكرة بعد بكرة إن شاء الله نحن 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 قليلا عن المعرض عن ميزات هذه الجوافة وشو الفرق يعني أنا شايفة فيه أشياء لونها أصفر فيه أخضر فيها يمكن على حمار شوية هل هي أنواع ولا مثلا فيه يعني مختلف حسب الحصاد يعني لإلها يعني شوفي خلينا خلينا أتفاجأ يعني لك يعني هاي سكينة كبير من الحبة سكينة كبير مني هاي بطيخة على أول سالم هاي سكينة بطيخة آه والله هاي هاو هاو الغبرة الجوافة الحمرة حتة الجوافة الحمرة أكثر من النوع موجود فيها يقولوا أنه أحسن أنواع الجوافة هي الجوافة الحمرة على فكرة تعرفت عن جد ذاكية طعمها كثير طيب كثير كثير زاكي يعني نحن متأسفين سالم فوق عم بقول شاهيتونا الجوافة وعبناكل قدامهم يعني بس عم منشجعكم مشاهدينا كمان عشان تشوفوا عشان يزورونا يزورونا يوم الخميس من ساعة داعش بلوان عور بالمهرجة إن شاء الله طيب إحنا رح يكون من المزارعين العرض مباشرة للناس نعم خلينا نحكي الأسعار كيف رح تكون يعني ما بدنا برايس مؤين بس نحكي شوي عن وضع المعرض شوف معرض هو معرض فبالتأكيد إذا كان البيع مش كل المزارعين رح يكونوا طارحين للبيع رح يكون في مجموعة طارحين للبيع الأسعار رح تكون أقل بكثير من السوق أقل بكثير أكيد لأنه الهدف مش البيع الهدف هو تشجيع الناس إنها تزور المعرض أو تكون بالمهرجات نحنا إهمنا وجود أكبر عدد ممكن من الناس زيارة نعور زيارة المعرض المهرجان مهرجان نشامل زي ما قلت لك وين رح يكون أنا نذكر بعد بكرة الساعة 11 الساعة 11 الافتتاح مركز شباب نعور الشامل طريقة شارع الستين منطقة بلعاس رح يستمر كم يوم؟ رح يستمر ثلاثة أيام لمساءل السبت طبعا إضافة الجوافة رح يكون في عنا معرض تاريخي رائع جدا رح يضم أدوات تاريخية حرفية قديمة زراعية وصناعية من اللي كان يستخدموها الناس الإقدام بلواء نعور رح يكون في عنا بزارات مشغولات يدوية ورح يكون في عنا المطبخ البيتي من جمعية 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 شركسية لا نحن مجموعة جمعيات نشكرهم أنهم كانوا معنا وتعاونوا معنا رح يكون في عندنا أمسيات شعرية لشعراء وأفذات من نعور من لواء نعور رح يكون في عندنا طبعا نشكرهم فرقة أمانة عمان رح تكون بالفتتاح أول يوم إن شاء الله فرقة موسيقات القوات المسلحة ورح يكون في عندنا فرقة الفلكلور الشركسي يعني الفلكلور الشركسي من رموز وأساسيات لواء نعور لأن نسبة الشركس المتواجدة نعور البلد يعني سكنها الشركس وأول مسجد بنوها الشركس أول مقبرة كانت بنوها الشركس شركس بنعور وجزء من تاريخ نعور اللي نعتز فيه نعم طب إذا هكي عارج شوية أرجع للموضوع بس دون تسليني أنواع كثير لأنا دير بالك لا لا مش تخصصي يعني هذا النوع اللي صراحة أنا أول مرة يمكن بعرف عنه اللي هو الجوافة الحمرة نعم هذا ما اسمها جوافة الحمرة جوافة حمرة جوافة حمرة أوكي ما شفناها بالسوق يعني يعني لماذا لا توجد في الأردن متداول أنا لا أستلم السوق صراحة يمكن الكميات التي تزرع فيها سواء بالنعور أو بالغور يعني هل تتعامل معها بطريقة معينة لتطلع الجوافة حمرة أو هي 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 من الله صفحة من الله سبحان الله لا في مرات عرفت كيف بذور معينة بتطلع أنواع معينة فهم مبارف من وين بدرتها شتلتها خلينا شتلتها أطوائنا اللي فهمتوا السنة الماضية لما زرناهم أنه هم صاروا يشتلوا أغلبهم يشتل الجوافة بنفس المزارع فيه عدة أنواع يعني عدونا أكثر من عشرين نوع الجوافة كل يعني الحامرة فيها ثلاثة أو أربع أنواع الجوافة الخضراء يعني فيه كل نوع يميزوا لون القشر الخارجية يميزوا يميزوا الطعم يميزوا الحامرة قالوا الأكثر فائدة أكثر وجود أملاح الأكثر وجود مواد تفيد أكثر من الجوافة العادية فيه الجوافة الغابرة فيه الجوافة اللمبة اللمبة تأتي زي شكل اللمبة هم يسمون طبعا الأسماء التي قاعدين يسموها تشبيهات أسماء يعني مديرية زراعة نعور وهي طبعا شريك رئيسي بالمهرجان عملت نشرة علمية كاملة عن الجوافة من البدايات ميزاتها كيف تنزرع تربط أستاذ عطفة المهندس خالد الشوبك يلا نقدم له كل الشكر على الدعم وهو من اللي كان من بداية الفكرة لليوم وهو متواصل معنا لأمتى الموسم هو الموسم السنة هاي لسه ما بلش رسميا يعني يعني بعد خمسة عش تسعة منطقة وادة بصريط ينزل فيها رسميا طيب إذن إحنا بانتظار هذا المهرجان رح ينطلق بعد بكرة رح يستمر لثلاث أيام يعني هو ليس فقط للجوافة هو باسم مهرجان الجوافة هو أيام نعور الثقافية أيام نعور الثقافية الجمعية نفسها أوكي نحك عن شوية الجمعية لأنه نذكر فيها المشاهدين زمان ما حكينا عن هذا الظبط نعم جمعية نشامة ونشميات نعور أستاذ داود وأنت رئيس لها وأنت مؤسس وإلك جهد فيها الآن شو وضعها الجمعية نحكي عنها يعني يعني الحمد لله الجمعية من ثلاث سنوات لليوم حققت قبزات بليواء نعور رائع جدا حققت اسم كثير حلو يعني عملت شغلات تقدر تقول أنها صارت استحققات بليواء نعور السنة هذه عملنا نفس النشاطات التي كنا كل سنة نعملها احتفال عيدنا احتفال كثير حلو السنة كنا تمت منينا كم معنا وعدتونا بس ما قدر تتيجو وعدتين 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 ضخم جدا رمضان كله كان من بدايته ونهايته كان احتفال بالجمعية توزيع الضروض وقدرنا نحقق 850 طارد ووزعنا عملنا فطور كثير حلو الأطفال الأيتام المهتجين مئة طفل كان في نشاطات ضخمة الحمد لله الجمعية كل يوم قادت تفرق بالنشاط تفرق بالاسم تفرق بالحجم لا ننكر فضل كل اللي كانوا مع الجمعيين الجمعية على فكرة قبل شوي كانت مستائمة للفيسبوك في الساعة نتعرف وشي عرفناها على الفيسبوك وبالبداية الجمعية بدت بالفيسبوك لا نحن لا يمنا المواقع التواصل الاجتماعي إذا يعرف مستعملوها الجمعية بدت كفكرة شبابية ومغامرة لغاية اللحظة نحن نسمينا مبادرة مغامرين حتى بالمهرجان التي بلجنا أول مرة بلواء نعور مهرجان احتفال كرنفالي أول مرة بالمملكة يكون في جوافة أسبوع الماضي أطلقنا حملة اسمها حملة وثيقة الالتزام بعدم اطلاق العيارات النهرية معروف لما يستغرب أنه لواء نعور تعمل بهيك موضوع ضد الاطلاق العيارات النهرية لكن الحمد لله أهل نعور الناس واعيين وصلنا للمرحلة أنه يكفي وقع وأطلقنا الوثيقة الحمد لله لغاية اللحظة اتجوزنا الألف توقيع التزام سيتم تسليمها بيوم المهرجان لعطوفة مدير الأمن العام موقعة من لواء نعور بالتزام بعدم أطلاق العيارات النهرية وقعنا أكبر وثيقة تعزي الجلال سيدنا والشعب الأردني بوفاة الشهيد موعد الكساسبة هذه نجازات كبيرة نتمنى لكم كل التوفيق في جمعية نشامة ونشميات لواء نعور التطوعية تفضل سريعا أنا سريعا لكن كنت حاب أن أتت ريح أن أتت ريح لازم نستغل فأغتنمها من عندكم ومن هون نتوجه بالشكر للمجموعة من اللي كانوا دعميننا من بداية معطوفة جمال الفائز ومصرف لواء نعور محمد العساف فنائب مصرف لسعادة غالب السوعير رئيس بلدية نعور المهندس جمال المهندس خالد الشوبكي مدير زراعة نعور أبو منصور مدير تنمية وشباب جمعية نشامة ونشميات لواء نعور من أصغر واحد لكبر واحد النجازة اللي احنا وصلنا وكل الشكر لكم وأتمنى أنه كل الموجودين سواء بالستوديو أو بتفزيو عردني يكونوا بضيافتنا الخميس والجمعة والسابت بلوان نتمنى أيضا على كل المشاهدين شكرا لك أستاذ داود